مساء الفل عايزك تصلى على النبي ونبدأ باسم الله بيبدأ في المينة بمايك وهو سائق عربيته بسرعة جنونية لانه كان متأخر على فرحه وماركوس جنبه وبيقول له ارحم امي يا اخي انا عندي القلب وياريت تقف على جنب علشان قشب كوباية جنزبيل معدي تقلبت على الاخر فبيقف مايك بواحدة درفتاية وقال له قدامك دقيقة ونصر تنط تفوت تروح تجيب فيها المشروب وترجع في ثانية لثانية ولكن ماركوس اول ما بيدخل المحل عينيه بتزغل على الحلويات وبيجيب سندوشات سجوء وكان خريبها اكل على الاخر وبنعرف انه كان ممنوع من الحاجات دي لانه عنده مشاكل في القلب ولكن فجأة بيدخل عليه حرامي بيثبته هو وصاحب المحل ماركوس قال له مش وقتك عم الحج انا قدامي تسعين ثانية ولو خلصه هتلاقي واحد شريم ما يعرفش ابوه داخل علينا قال له ايف البق اكل زع عليك ومفيش ثواني ومايك بيدخل المحل وبيسعل ماركوس اتخرت ليه وفي ثانية لثانية ماركوس بياخد المسدس من الحرامي ومايك بيدرب الحرامي في رجليه وبيقول لصاحب المحل بلغ الشرطة وبيسيبوه بيروح الفرح بسرعة وبنعرف انه مايك هيتجوز الممردة اللي كانت بتعالجه الجزء اللي فات وبنشوف كمان ريتا اللي كانت معجبة بمايك الجزء اللي فات ودلوقت هي تجوزت ادم اللي مترشح لمنصب عمدة المدينة والدنيا كانت زي الفل في الفرح لحد ما ماركوس بيجيله ازمة قلبية وبيعوا مغم عليه وعلى طول مايك بياخده وبينقله للمستشفى واسناء الغيبوبة ماركوس بيشوف رئيسه السابق هاورد وده برضو كان في الجزء اللي فات وكان واقف على البحر وبيقول له ايه اللي جابك هنا انت لسه وقتك مجاش فيفرح ماركوس وهوب بيفوق من الغيبوبة وكان مبسوط انه لسه ما ماتش وبيطلع على سطح المستشفى ومايك بيجر وراه وبيقول له انت بتعمل ايه عامل مجنون قال له انا طول الوقت كنت خايف ان اموت وسيبك بس لسه قاعد على قلبك ودوري لسه مجاش فبيحضنه بعض ومايك بيعرفه انه كان خايف يخساره وبالليل بنروح لواحد اسمه جيمس شغال مع عصابات الكارتل في تهريب المخدرات وكان بيدبر مكيدة علشان يشوه بها سمعة هاورد رئيس مايك وماركوس وبيقول للمعلم ده عايزك بقى تحوله 20 مليون دولار بتواريخ قديمة على حساب هاورد خلال الفترة 2004 ل2020 علشان يبني انه كان شغال معانا ولما بيرفض المعلم الراجل اللي مع جيمس بيقتل لحرس الشخص بتاعه وبيقول له لو ما حاولت ليش الفلوس يا جميل هقتلك عشقتك حالا وبياخد تليفونه وبيتصل بامراته وبيخليها تشوفه وهو بيخونها وبعدها بيقفل في وشها الخط والمعلم بيخاف منه وبيحول له الفلوس فعلا واول ما بيخلص بيخلي عشقته تقتله بيديها وكمان تخلص على نفسها علشان تباني للشرطة انها هي اللي قتلتهم والتاني يوم الصبح مايك بيوصل ماركوس لبيت عائلته وكانوا فرحانين انه خرج بالسلامة فجري ماركوس بسرعة على المطبخ وكان عايز يأكل المحمر والمشمر ولكن اتفاجئ لما لقاهم جايبين الاكل الصحي بس اللي الدكتور نصحوا بيه فبيتدايق وقال لهم طب مش واكل ومايك بيسيبه وبيرجع ينام في بيته وحلم ساعتها لما ابنه قتل لرئيسه هاورد في الجزء اللي فات فبيفوق منهم وهو متدايق وبيتعصب اكتر لما بيشوف الاخبار بيتكلموا عن رئيسه هاورد وبيقولوا عليه انه كان واحد فاسد وانهم اكتشفوا في حساباته البنكية تحويلت بقمية عشرين مليون دولار فبياخد مايك ماركوس وبيروحوا بصرعة على شغلهم ومايك بيقول لريتا انت عارفة كويس ان هاورد كان مخلص لشغله واكيد الكلام ده مش حقيقي فتقول له ريتا ان المباحث لقيت ادلة كتير على طورته مع عصابة بتهرب المخدرات فبيتعصب مايك على المحقق لما بيقول له انه كان واحد فاسد فقال له مايك لو سمعتك بتقول كده تاني هزعلك وقتها بتدخل جودي بنت رئيسهم هاورد وهي متعصابة وبتقول لهم ازاي تصدقوا ان ابويا راجل فاسد انا عايزة اعرف ايه مصدر الاتهامات دي فيحاول يهديها مايك وبيقول لها احنا كمان عايزين نعرف الحقيقة فتقول له انت مالك اصلا بالموضوع مش كفاية ابنك قتل ابويا فبيتدهق مايك من كلامها وبياخد ماركوس وبيخرج وبيقراروا هما الاتنين يثبتوا برائط رئيسهم هاورد وبيروح مايك لابنه اروماندو في السجن وبيسأله هو فعلا هاورد كان شغال مع العصابات ولا لا قال له مفيش الكلام ده هو كان راجل شريف وبيحقق مع المجرمين وعمره ما اشتغل معاهم وبعدين انا كنت بنتقم منه وقتلته لاني كنت فاكر انه هو كان السبب في موت ابويا ولكن للأسف عرفت متأخر انك انت ابويا الحقيقي وبيعرفهم ان في حد من الكارتل هو اللي كان عايز يشوه سمعته لكنه للأسف مش عارف اسمه ولكن عارف شكله ومن ناحية تانية بنشوف جيمس وهو بيطلب من واحدة هاكر شغالة معاه تختارك تليفون هاورد علشان تمسح كل المعلومات اللي كان عارفة عنهم وميسيبوش اي دليل عليهم لكن بمجرد ما بتدخل على التشفير اللي عامله هاورد بيتفاجئوا انه جهازه بيبعت فيديو لموبايل مايك اللي بتصدم ان الفيديو اتبعت من جهاز هاورد ولما بيفتحوا الفيديو بيلاقي هاورد بيقولهم انتو لو شفتوا الفيديو ده يبقى انا خلاص موت وبيعرفهم ان في جوازي شغالين مع العصابة في مكتب المباحث وانهم لازم ما يسكوش في اي حد وكان بيكلمهم بالالغاز وبيقولهم ان العملاق اللي موجود في قاع الازازة هو المفتاح ومايك وماركوس كانوا في البطيخ ومش فاهمين اي حاجة وساعتها ماركوس يقول له مفيش غير فلتشر هو اللي هيساعدنا في حل اللغز وقتها جيمس بيقدر يتعاقب تليفون مايك بسبب الفيديو اللي ببعت لهم وبيطلب من رجالته تخلص على مايك وماركوس بسرعة قبل ما يوصلوا لأي دليل ضدهم والتاني يوم الصبح اول حاجة بيعملوها مايك وماركوس بيروحوا لفليتشر ولكن ماركوس من وقت ما هاورد قال له وقتك لسه مجاش وهي راحة منه على الاخر وبيعد الطريق وهو مش باصص ومايك كان بيشد في شعره منه بعدها بيدخل الحانة وبيقابله فليتشر وماركوس اول ما شاف الحلويات ريق وجيرة عليها ولكن مايك بيضرب على ايده وبيروح يسأل فليتشر عن كلام هاورد في الفيديو وازاي انهم يحلوا اللغز فاعرفوا من هاورد كان بيحقق في قضية كبيرة وعلشان يحمل معلومات اللي جمحها عنهم خلاني اعمل شفرة لكل المعلومات واخبيها في كائن صغير ما بيموتش ولسه جاي يقول لهم عن مكانه بياخد طلقة من رجال جيمس اللي وصلوا للمكان ودهرت معرقة ما بينهم فطلقة هنا على طلقتين هناك والدنيا بقت بزرميت على الاخر وواحد واحد بيموت من رجال جيمس فبيكرر اخر اتنين من العصابة يهربوا بسرعة ولكن مايك وماركوس بيطردوهم بشراسة وخلاص مايك هيمسك واحد منهم بيجي له نوبة هلوسة وواحد من العصابة قرر يخبطه بالعربية بس ماركوس بينقزه في اخر لحظة والعصابة بتقدر تهرب منهم وبعد شوية رئيستهم ريتا بتوصل للحانة وبتسألهم ايه اللي حصل وليسا ماركوس هيحكي لها مايك بيقطع كلامه علشان افتكر كلام هاورد لما قاله ما تصكش في حد خالص وبييجي اتنين من فريقهم دون وكالي وبيعرفوهم ان العصابات الهاجمت عليهم عطلت كل الكاميرات الموجودة في المنطقة وبكده مش هيقدر يوصلوا ليهم فماركوس واشوش مايك وقال له ابس اتعام محدش هيشوف نوبة الهلوسة اللي جاتلك فبيتحط مايك ويقوله اللي من نفسك بعد شوية كالي بتقولهم ان فيه باركود لقيته فلوحة موجودة في المكان ولما بيعمله اسكان عليها بيزر فيديو تاني لهاورد وبيعرفوهم مكان الفلاشة اللي عليها كل المعلومات والادلة اللي جمحها عن عصابة الكارتل وبيحذرهم تاني وما يسكوش في اي حد اما في السجن قرماندي ابن مايك بيحس ان فيه اتنين عايزين يقتلوه لانه عارف شكل زعيم العصابة جيمز ولكن بيكون مستعد وبيخش عليهم دب الطخ فوق وتحت وبيروق عليهم ومايك لما بيعرف ان هما كانوا عايزين يقتلوا ابنه بيطلق من رئيسته ريتا تنقل ابنه من السجن لحد ما يوصلوا للدليل ويعرفوا شكل زعيم العصابة وفعلا ريتا بتوافق وبينقلوا ابن مايك في طيارة برا البلد ولكن المفاجأة ان العصابة بيكون مستخبية في الطيارة وبيهددوا الطيار انه يبعت رسالة للقيادة يقول فيها ان مايك وماركوس قاتلوا الحراس وهربوا السجين وبعد ما نفس كلامهم اتخلصوا منه ولكن ماركوس بيحس بحاجة غلط وهوب بيحصل دب رزع ما بينهم والطيارة فقدت السيطرة فبيجري مايك يمسك القفص اللي كان فيه ابنه قبل ما يقع وبيقدروا يخلصوا على العصابة كلها وساعتها بيلحقوا يسيطروا على الطيارة وبيقعوا في البحيرة لكن محدش فيهم بيحصلوا حاجة بس للأسف في وقتها كل اجهزة الشرطة بتطردهم لانهم فاكرين انهم قاتلوا كل الحراس وهربوا ارماندو وجودة بنت هاورد هي اللي كانت مسؤولة عن مطاردتهم وكانت واخد الموضوع شخصي لان ابن مايك هو اللي قتل ابوها اما جيمس بقى بيحط جايزة لكل العصابات بخمسة مليون دولار واللي هينجح يقتل مايك وماركوس هيخدهم والثلاثة اول ما بيعرفوا ان المدينة كلها بتطردهم بفضلوا يجروا لحد ما يوصلوا للمكان ناس بتخيم فيه وبيسرقوا هدومهم لكن فيه اتنين صيادين بيسبتهم بالاسلحة بس ارماندي بيسرع عربية وبيينقذ بها مايك وماركوس بعدها مايك بيقرر يخدهم ويروح الواحدة من اصحابه القدام وده علشان تديهم اسلحة وعربية يتحركوا بيها بس هي تلعت قليلت الاصل وبتثبتهم بالسلاح هي ورجالتها وبتبلغ جيمس علشان تاخد الجايزة ولكن بما ان كل العصابات عايزة تقفش الخمسة مليون بيهجموا على المكان اللي هم فيه وبيقتلوا كل العصابة اللي هناك لكن ماركوس ومايك وارماندو بياخدوا عربية بسرعة ويهربوا بيها وكل العصابات بتطردهم وبيحاولوا يولعوا في العربية لا وكمان الشرطة بكيادة جودي بتطردهم وبيفضلوا يجروا بالعربية شوية لحد ما بينطوا منها قبل ما تنفاجر وبيخطفهم من المكان والتاني يوم الصبح بيروحوا للدون وقالي وبيطلبوا مساعدتهم علشان يقدروا يوصلوا للدليل فبيخترق دون شبكة عصابات الكارتل ويحملوا من عليها كل صور اعضاء العصابة والجواسيس اللي شغالين معاهم لقوا كمان الملفات والعمليات اللي بدينهم وساعتها اروماندي بيقدر يتعرف على جيمس ويعرفهم ان ده الشخص اللي شوها سمعة هاورد وما بيبحثوا عنه بيعرفوا انه كان شغال في واحدة مكافحة المخدرات وان العصابات الكارتل اخدوا رهينة في واحدة من العمليات وقتلت كل فريقه وفضلوا يعذبوا فيه لمدة كبيرة وبعد كده اختفى فبيتصل مايك بسرعة بريتا وبيعرفها كل المعلومات اللي وصل لها وان الخين اسمه جيمس وانه هو السبب في كل اللي بيحصل لهم وانه كمان معاه الادلة اللي هتثبت براءة هاورد ولما بيقفل معها مايك بيطلب من دون يختار الكاميرات بيته وبيت ماركوس وبيكتشف ان رجال جيمس هتهجم على بيوتهم فبيخاف مايك وبيتصل بمراته بسرعة وماركوس بيتصل بالشرطة علشان تبعد فرق البيته بعدها بيتصل بجوز بنته دانيس زابط المارين وبيعرفوا ان فيه عصابة هتهجم عليهم حالا وانه لازم يخبي بنته ومراته في مكان لحد ما الشرطة توصل لهم ولما بيخبيهم دانيس بيطلع هو وبيخش عليهم دب ضخ زي الوحش وبيقلص عليهم كلهم وماركوس كان فرحان بيه جدا ومش مصدق اما مايك كان قلقان على امراته لانها ما بتردش على تلفونها وقتها امراته كان بتفتح باب بيتها وبتلاقي بنت جود الشرطية بتخبط عليها وبتقول لها انا مش مصدق ان امي بتطرد عمه مايك وعمه ماركوس واكيد فيه حاجة غلط وساعتها امرات مايك بتاخد بالها من تلفونها بيرين وبترد على مايك اللي بيقول لها بسرعة انها لازم تخرج من البيت حالا ولكن للأسف العصابة بتدخل بيتها وبيخطفوها هي وبنت جودي وبيرد جيمس على مايك وبيقول له علشان تاخد مراتك سالم لأورماندي في المقابل وأورماندي بيكون سامع المكالمة وبيقول لمايك انا موافق اسلم نفسي على الاقل احس ان اعملت حاجة كويسة في حياتي ولكن مايك بيرفض وبيسأل نفسه ازاي جيمس عارف ان انا هننقل اورماندي بالطيارة لسجن تاني وبيقدر يستنتج ان ادم جوزريتا هو الوحيد اللي كان عارف المعلومة دي وانه هو جاسوس لجيمس فبسرعة بيتسلب ريتا وبيحذروها من ادم فبتسدم وبتاخد سلاحها وبتروح تخرج مع ادم اللي بيسألها في حاجة مهمة حصلت قالته لا مفيش حاجة لازم اروح بس لشغل حالا وخلينا ناجل خروجة المطعم لبعدين فبيقول لها انا جاي معاكي ولما بيركبوا الاسانسير بتخطف منه تليفون وبتتأكد ان هو الجاسوس فبيتعصب عليها ادم وبيفضل يضرب فيها لحد ما كانت هتموت في ايده لكن كالي ودون بيوصلوا ويلحقوها في اخر لحظة والشرطة بتقبض على ادم ومايك وماركوس بيوصلوا ساعتها بيسلموا اللي ريتا كل الادلة اللي جمعوها وبيقراروا كلهم يحط خطة ينقذوا بها ميرات مايك وبنت جودي والخطة ان مايك يتكلم جيمس من تليفون ادم بعد ما يغيروا صوته ببرنامج وكأنه هو ادم ويقولوا لازم اشوفك حالا لان فيه موضوع مهم لازم اعرفك بيه وانهما انكشفوا ولازم ينقلوا الرهاين خارج البلد ويروحوا بيهم لكوبا علشان يهربوا من هناك والتاني يوم الصبح بيوصلوا للمكان اللي هيقابلوا فيه جيمس واللي عبارة عن حديقة قديمة معروفة عنها اني كان فيها اكبر تمسح في العالم والاشعاعات بتقول انه مازال موجود هناك وخطته من مايك وماركوس يستخبوا في الطيارة اللي ادم هينزل منها علشان يقابل جيمس وورماندي هيختص ويدخل الحديقة عن طريق المية والدون هيبعت الطيارات الدرون علشان يكشف المنطقة كلها اما كالي وريتا هيقفلوا الطريق الوحيد اللي خارج من الحديقة وبكده عاملوا كماش عليهم وفعلا ادم بينزل من الطيارة علشان يقابل جيمس وماركوس ومايك بيستعدوا علشان يقتله جيمس اول ما يشوفوه لكن مايك ما بيعرفش لانه بيلاقي جيمس ماسك مراته وبيخاف انه يقتلها بالغلط في نفس الوقت ابنه ارماندو واحد بيكشف مكانه فبيتطر بسرعة يقتله والخطة كلها بتفشل وهوب الدنيا بتتقلب وكله يضرب نار على بعضه ومايك وماركوس بيحاولوا يحصلوا جيمس وهم بيقتله في رجالته ودونت بيستخدم طيارات الدرون ويغرق قناب الدخان وادم بيجري ويحاول يهرب بالطيارة بس ريتا تقول له انت رايح فين يا وحش وبتدربه صاروخ بيجيبه الارض والطيارة تقسر في كل حاجة في طريقها ومايك وماركوس بينطوا في اخر لحظة وللاسف بيقع ماركوس في البحيرة وبيتفاجئ بالتمساح وهو بيقرب منه ولان ماركوس كان لسه مقتنع بالكلمتين اللي هورد قالهم لي قال لي مايك انا هارف اروضه عيب عليك وهوب التمساح يقفش دراعه فبسرعة مايك يهجم على التمساح وبينقذه وقتها ارماندو بينقذ بنت جودي من العصابة وبيخلص على معظمهم لكن بيكون اتصاب اصابة خطيرة وبيعق على الارض فتقوموا بنت جودي وبتساعده اما جيمس بيكون واخد مرات مايك علشان يقدر يهرب بيها وبيرمي عليهم كنبيلة فبيتصاب مايك في دراعه وماركوس ما بيحصلوش اي حاجة ويقرروا هما الاتنين يفترقوا علشان يدوروا على جيمس وماركوس بيفضل ماشي لحد ما بيلاقي نفسه في المكان اللي شاف فيه هاورد لما كان في غايبوبا ولكن فجأة جيمس يثبته باستلاح وبيخدره هنا هو كمان ومايك بيوصل لهم وكان مترادد يدرب النار لكن في ثانية بيدرب ماركوس في الواقل اللي لابسه وهو بنتهز الفرصة وبيدرب جيمس اقتله من ناحية تانية ريتا بتدرب جزء ادم بالرجل ومن سوق حظه بيقعه في البحيرة وفي ثانية لثانية التمسح بيتعش بيه اما جودي بتوصل بفرقتها وبتلاقي بنتها مع ارماندو فبتغضب وتضرب عليه النار ولكن بنتها بتعرفها ان هو انقذها من العصابة وساعتها بتقرر انها تسامح على موت ابوها وبصورها مايك بيركبه مركب ويهربه علشان ميرجعش سجن تاني والشرطة بتقبض على باقي العصابة والدانيا بتبقى زي الفول والاخبار بتتكلم ان مايك وماركوس قدروا يثبتوا برائد هاورد وانهم دلوقتي بيدوروا على السجن الهارب ارماندو وبكده بيخلص الفيلم اخبطني اللايك واشترك في القناة يوصلك باريز الافلام لحد عندك سلام يا برو